تحيات سامي بيلتون ومازل أن أتوقع لسامي بيلتون اللي عليه مزيد من الأخبار الإيجابية لفترة الحالية والفترة السابقة ويتوقع منه المزيد خصوصاً أن الشركة بتتحرك تحركات إيجابية لفترة دي ولكن الشركة معها فلوس كتابة أول لكن لسه تحركاتها مازالت خجولة على المبالغ اللي عملتها من حق الإكتاب طيب إحنا بمنطقة البساطة في بيلتون إحنا عملنا أول موجة اللي صعدت من مستويات الـ 65 إرش حتى مستويات التلاتة جنيه وبعد كده نزلنا عملنا الموجة التانية وعملنا موجة تالتة وأنهيناها عند مستويات تقريباً الخمسة جنيه وكسور لقى عند مستويات خمسة جنيه وستين إرش وبعد كده نزلنا نصحح وروحنا عند المناطق دي اللي نتوقع منها زيادة وينت ونطلع نعمل الموجة التالتة ويكون بالنسبة لنا حصل عندنا كل هذا الصعود بالموجة القادمة المتوقعة طيب أنا شايف إن الموجة دي موجة انتهت خصوصاً لو إحنا بس روحنا على فريم ديلي عشان يكون الصورة متضحة أكتر إحنا عملنا هنا بالنسبة لنا آخر موجة نزلنا زرنا عملنا مناطق فور وطلعنا عملنا آخر كمة وحالياً بننزل نقيد اختبارها ما قبل تكملة الاتجاه الصعاد يعني أنا شايف إن المناطق دي صعبة تتكسب اللي هي المناطق اللي بقى بين اثنين جينيه وتاتة وعشرين إرش لحد المستويات اللي اثنين جينيه ونص أنا شايف صعب إنها تتكسر خصوصاً لو إحنا روحنا وخدنا الموجة كلها وخدنا عليها في بناتش وإحنا وإحنا الموجة التالتة ممكن تصحح وتكتفي المستويات الثمانية وتلاتين فيبو وممكن تكتفي هنشتبس التريند ده عشان يبقى السرور أكتر تضحن هناخد من قمة لقاع في بناتش ترسمينت أنا عايزة صحح ممكن أوصل التصحيح بتاعي لحد المستويات من تمانية وتلاتين لخمسين إحنا صححنا لحد المستويات طيباً واحد وستين فيبو والأسعار تدت منها بعنف وحالياً اللي بيحصل إيه اللي بيحصل اللي إحنا عملنا أول موجة صعود يعني أنا عملت واحد وحالياً بصحح وأتوقع أي رضة فعلة تحصل من المستويات اللي إحنا فيه طيب يعني أنا عندي منطقة طلب كويسة جداً والمنطقة دي مهمة قوي وإحنا عندها هي المنطقة دي كلها دي منطقة مهمة جداً وإحنا عندها المنطقة دي فين؟ المنطقة دي اللي عند المستويات ما بين الاتنين جنيه تسين قوي süتة جنيه تاتة جنيه اللي إحنا قلنا عليه самый حالياً آخر مرة فحالياً إحنا بنتوقع بطلت فعل الإيغابية السهم سينتلق ويعمل قمة verdadeدة والسهم ما المفروض إعدافه عند مستويات ٥ جنيه وستين قوي شاعة مستويات الخامسة جنيه وتمانين قوي يعني إحنا بنتوقع موجة أخيرة اللي بالنسبة لي الموجة السعرية دي انتهت وبعد كده هبحث عن تصحيح اخر لسعود اخر. لك انا بتكلم على السعود اللي انا فيه حاليا انا بتوقع ان ممكن يحصل صعود من المستويات اللي هي احنا بنتكلم فيها دي. طيب. بس انا محتاج ردة فعلا انه ممكن التصحيح يطعمك شوية. تاني حاجة احنا قلنا الموجة الاولى ممكن نصحح لحد المستويات كام? لحد المستويات 78% من 61% إلى 78%. احنا تقريبا عند مستويات 61% بالزبط. عند مستويات 3 جنيه. ممكن نكسرها بشوية واعتقد ان الكاسم شيكون بكبير يعني ممكن نكسرها بشوية وبعد كده نستمر في السعود. ولكن احنا برضو ما زلنا عايزين نظر ايجابي. لو احنا على فرين صغير على فرين اربع ساعة عشان نشوف الصورة بشكل افضل. فانا شايف ان في ضعف حصل وشايف كمان. ان انا زي ما قلنا عملنا موجة وعملنا التانية. ده كله التراجعة كان بتلاتة. وعملنا اربع وحاليا بنتوقع نعمل قاع جديد ما قبل تكملة الاتجاه الصغير. انا محتاج من بيلتون يكون في ردة فاعلة ايجابية. وهقول بيلتون تحول على تريند صغير لما يكسر مستوى الاربع جنيه. خمسة وعشرين ارش. انا او اربع جنيه بالزبط. او ارشين او لو قصر اقول خلاص انا تحولت على تريند صغير. خصوصا اللي بيعزز ان بيلتون هيصعد ان فيه ضعف يعني ده. هبوط ضعيف جدا جدا بينم على قوة المشتريين وسيطرة المشتريين على السوق. اللي اكد كمان كلامنا بفكرة ان الموجة التالتة دين تايت واحنا بنستهدف موجة تانية. لو انا جيت خد في بوناتشي. قمة. قاع. وسح سعبتي من هنا. هلاقي ان انا حققت اصل مستهدفات الموجة التالتة اللي هو عندي مستوى 161 فيبو اللي عندي خمسة جنيه وعشرين ارش. حاليا انا بستهدف ايه بستهدف من مستوىات المتين فيبو الو 261 فيبو. انا بستهدف حاليا من مستوىات الستة جنيه وعشرين ارش لحد مستوىات التمانية جنيه للموجة الاخيرة اللي انا بستهدفها. وده انا بالنسبة لي المنطقة دي كمان كسارت ستة جنوب ستين ارش والثقاريت فوق منها بيلتون هتحول لترند صعر وهيكون لي مزيد من الصعود ولكن احنا بنتكلم على الموجة الاخيرة اللي احنا المستهدفات بتاعتنا ممكن نخر عنده مسارت ستة جنوب ستين ارش وبعد كده نشوف اي تصحيح مكتمل هنرجع نخش تاني ونستهدف خصوصا ان بيلتون هيكون عمل موجة كاملة وهيصححها لتكملة الاتجاه الصعر وما زالت الشركة لها مزيد من الاجابية اللي عايز يستثمر في بيلتون واشتريمه مستويات تلاتة جنيه او اشتريم مستويات تحت التلاتة جنيه وعايز يحتفظ به الشركة اعتقد ان هيكون ليها ارتفاعات قوية في الفترة اللي جاية خصوصا ان هم بيتحركوا بشكل ايجابي حتى لو كانت حركاتهم خجولة الفترة دي ولكن متواقع مع زيتات راس المال بتاعهم هنشوف كاملة جديدة وقد نشهد صعود اقوى اقوى لبيلتون وبالتوفيق